السلام عليكم , مرحبا بكم في القناة أول مرحبا بكم في القناة تشارك الزيئة والضغط على زر الجرس وصفة مغربية وطبخ ثقيل وصخون نحتاج الواجبات تقيلة المرق باللحم والجلبانة مع الفريد بالنسبة للطريقة نضيف الزيئة في الكوكول مع اللحم ونضيف الباصل قليلا نضيف كمية قليلة وضع البصلة ونضيف كمية اخرى ونضيف اللقامة في البزار كمية صغيرة كمية صغيرة ملحة سكنجبير خرقم بلدي والتحمير نضيف اللقامة كاملة مع اللحم والرباء كذلك الرباء نضيف دابة وفي الأخر نضيفه كل واحد وكل يزيد وكل لا يزيد ونضيف البصل نضيفه في الأخر نضيفه بصل كبار أو ثلاثة متوسطين لحسب كمية للحم ومنحة الخلطة نضيف الملحة ودائما بالنسبة للمتدئات لا تضيف الحم دائما قليلا لأنه يضيف لا يضيف الحم لإضافة صـيف كتبج ونضيف القليل يجب أن يسده غير قليلا وعافية تكون متوسطة يجب أن تطيب لحم لحم لا يطيب بكثير لنضيف الجلبانة لنضيف الجلبانة أغلب المتدئات التي لا يتحرق لهم يتحل بكثير وكذلك الملحة لا يكتر في الأول لأن الملحة المضرفية سوف نضيف الزيتون فقط لنضيف الجلبانة لا تضيف الجلبانة لا تضيف بكثير فلنضيف القليل اضيف الحامض سوف نضيف الحامض لتضيف الحمودة ونضيف الزيتون الملحة حاولوا تقوموا بشكل قليلا في الأول إذا كنت تستخدموا الملحة تساليها ونقوموا بشكل ملحة ونقوموا بشكل ملحة الأغلبية من الممتدئات يعني عندما يزف هذه الملحة كاملة دائما كان ملحة الملحة كان ملحة ولكن كثيرا لذلك لا يوجد الملحة الملحة يخسرني لأن العطرية تغلبي لا يغلب العطرية لم ترد الملحة يوجد الملحة الملحة تغلبي يوجد الملحة الخيب لم ترد اغلب يحتاجون الملحة يجب تحضر الطرق a بوضع الشغط لا يبقى الملحة كثيرا اضعطيه في الصف لا تضع يوجد الكوكوة تريد الملحة لتعرض الملحة نضيف الفريت ونقدمها بصحة وراحة وهذه هي الوصفة التي نقدم لكم لا تنسوا اخوات تشاركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا فيديوهات مع الأصدقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مع السلامة مع وصفة جديدة ان شاء الله